السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والسلام على رسول الله طلابي الاعزاء طلاب صف الثالث الاعدادي فضلنا مع بعض فيديو بيتكلم على محمية رأس محمد هنتكلم فيه في الفيديو ده وكمان هعرفكم نعمل ايه عشان الامتحان استعداداتنا عشان الامتحان ونستعد ازاي وايه اللي هنذكره ليلة الامتحان عندي طبعا اه ورق ملخصة فيه المنهج الكلمات المهمة والجرامر والتعريفات طبعا ما فيش وقت اللي انا اقعد اعمله لكم فيديوهات على التسع وحدات فحاول انا ازله لكم في صفحة الفيسبوك بتاعتي اللي هي الانجليدي اسهل مع ميسة رسامي على صفحة الفيسبوك هنزله لكم كصور وهي بتبقى موجودة الرابط بتاعها في في الوصف اللي على الفيديو ده دي حاجة احنا هنذكر من ورق الملخص اللي هو عبارة عن الكلمات المهمة بتاعت كل وحدة الجزئية الجرامر المهمة في كل وحدة والتعريفات كمان المهمة في كل وحدة دي حاجة بعد ما هنذكر الملخص اللي هتنزلوه او تنزلوه صور او تطبعوه عندكم اه في اه هنزلوه لكم على صفحة الفيسبوك بتاعتي قلت اه هتبدأوا تشوفهم اه ورق الوظيف اللجوية ورق الوظيف اللجوية ده برضو هنزله لكم على صفحة الفيسبوك اللي هي انجليدي اسهل مع ميسة رسامي هي بنفس اسم القناة عشان يساعدكو في معرفة ازاي تحلو دايالو جولمي 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 دايالو او نو. طيب. اه في فيديو في القناة على التكوين السؤال ازاي? ممكنكم ترجعوه لو انتم عايزين استفادة اكتر. طيب احنا هنشوف الورق الملخص اللي هنزله على صفحة الفيس. وهنشوف ورق الوظيفة اللغوية اللي هنزله برضو ان شاء الله على صفحة الفيس. والباراجرافات موجودة عندكم في القناة. اه اه موجودة. وكمان القصة. موجود الاسئلة بالاجابات اللي موجودة في الكتاب عندكم بتاع كتاب الأضواء الجيم. وعندكم كمان. واللي مش عنده كتاب الأضواء ففيها عندك كتاب المعاصر. آآ برضو الاسئلة بالاجابة انا بنزلها. بس انا بنزلها الاسئلة والاجابة التي Или على القصة اللي في كتاب الأضواء جيم. طيب آآ عموها بتبقى معظمها زي بعض يعني. عندي كمان كتب المراجعة اللي احنا حلناها. تبصوا على الاسئلة اللي انتم الكتب انا انا بنزلها بالاجابات. اللي هو كتاب المعاصر لامتحانات والاختبارات وكراس المعاصر في المهارات وكتاب جم الأضواء بتاع المراجعة والامتحانات هتشوفوا التلت كتب دول هتحاولوا تحلوا تشوفوا الاسئلة باجاباتها تقروها بعينيكم ولو حاجة لقيتوها غريبة او مش فاهمينها ازاي بتحاولوا تفهموها جاتي ازاي وليه دي التلت نقط اللي انتوا رفوتها تتركزوا عليها ليلة الامتحان هقول تاني ورق الملخص اللي هنزله في صفحة الفيس بتاعتي وورق الوظائف اللغوية اللي برضو هنزلها في صفحة الفيس اللي موجودة في الوصف في الفيديو ده وكمان هتشوفهم طبعا الباراجرافات دي قروا دي هي موجودة في القناة معاكم آآ لان دي عشان هصورها دمونكم ناخد فيها اسبوع لان هي ما شاء الله يعني كل واحدة تقريبا فيها باراجرافين او تلاتة فمعين موضوع يبقى كبير قوي طيب وعندنا كمان آآ كتب المراجعة اللي احنا كنت بنحل منها هتوقروا تاني الاسئلة بالاجابة انت كنتوا حالينها ازاي معايا طيب وكمان القصة هتشوفوا الاسئلة بالاجابة اللي احنا عملناها مع بعض في القناة طب تعالوا نشوف تقال الفيديو اللي احنا هنتكلم فيه الوقتي اللي هو هنتكلم على باراجراف رأس محمد عشان كده ان شاء الله يبقى ايه الموضوع معاكم ملموم شوية بازن الله هنقول هنا ان رأس محمد هو مكان رائع في مصد هذه حقيقة ذات رأس محمد الماء بيكون هادئ و ترى كثير من حياة البحر المرجان بيكون رائع الألوان بتكون جميلة بأحجام مختلفة حياة البحر رائع مش عارفين تكتبه الاسهل لكم انك تغوص للقاع معناها انك تكون ترى اه شارك ريف ادنج بإضافة لذلك والمتعة بتاعته وانت بتسبح معهم اللي الدلفين بردس الطيور رأس محمد برضو بتحب رأس محمد بكوز محمد رأس محمد بكوز زيرو ار سو ميني فش فور زيم توي لان هناك كسير من الأسماك لتأكلها رأس محمد از انايس بلايس هو مكان رائع تو فيزت لزيارته ان ايجيبت في مصر تو سم اب باختصار رأس محمد از افيمس ناشنال بارك ان ايجيبت خلصنا مع بعض البراجراف هترككم على المدة لحظات دمتم في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة